السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم أعزائي المتابعين في درجة ديد من دروس السنة السادسة ابتدأي من كتاب اللغة الفرنسية الفرنسي بخاتيك وعلى دركة الله سنبدأ ودرسنا اليوم هو غنجي غيزون لفاسي قموزي دي verب اوزيال alors avant de répondre aux questions on va expliquer c'est quoi le passé composé des verbes اوزيال alors هنا عليكم حفظ الأفعال يعني كيف يتصريف الأفعال في اللغة الفرنسية خاصة الأفعال المجموعة الثالثة إذن هنا لدينا le verbe avoir au passé composé هكذا يصرف le verbe avoir au passé composé جيئ想, تو呀 أه الا أه إلا أه نزافوا أه وزايعوا أه أزان أه أزان أه كمو بخيف هذا الفيال لوافع في اللغة الفرنسية قموزي وعني دين لفرنسي الأفعال المجموعة الثالثة لفرنسي الأفعال المجموعة الثالثة جيئت تو يأت إلا إتي إلا إتي Nous avons été Vous avez été Elles ont été Elles ont été Alors هنا le verbe être Et le verbe avoir يصرف مع l'auxiliaire avoir هنا كما ترون هنا l'auxiliaire avoir L'auxiliaire avoir و أيضا Les verbes du premier groupe كيف تصرف أفعال المجموع الأولى إذن هنا الأفعال المجموع الأولى هي التي تنتهي بأر Alors sauf le verbe ألي التي تنتهي بأر ولكن يصرف لمن المجموع الأولى أفعال المجموع الأولى التي تنتهي بأر بسيثة ألي Alors يصرف بهذا الشكل جيشانتي لكسلير أعوار لسلو لبارتسي Alors جيشانتي تيشانتي إلا شانتي إلا شانتي Nous avons شانتي Vous avez شانتي إذن شانتي إذن شانتي و نفسي لن أفعال المجموع الثانية التي تنتهي بأر هي تصرف للمجموع الثانية Alors أفعال التي هنا تنتهي بأر هي أفعال المجموع الثانية يعني هي تصرف مع لكسلير أعوار أيضا جي فيني تيا فيني إلا فيني إلا فيني نوزاون فيني نوزاون فيني إلزاون فيني إلزاون فيني وهذه بعض الأفعال المجموع الثانية أكثر استخداما أجير شوازير نرير سيزير غروسير بير فرانشير غراندير إيتابلير باندير أبلودير فورنير فيبلير بلانشير باتير فيني داكور إذن ليست كل الأفعال التي تنتهي بإغر هي من المجموعة الثانية لأن هناك أفعال تنتهي بإغر ولكنها من المجموعة الثالثة ولكن هذه هي أغلب الأفعال التي نستخدمها في المجموعة الثانية أما المجموعة الثالثة يصرف أيضا معه لكسلير أعوار هنا لدينا دير سيتانفير دو خوازي غروب هنا مثال للفعل دير أغلب الأفعال في المجموعة الأفعال تسرف مع الأفعال أغلب الثالثة في المجموعة أغلب 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 في المجموعة سرط سرط أغلب آغلب أغلب سرط ثم رب سرط إطل الثالثة سرط المجموعة سرط يعني هذه الأفعال فقط التي تصرف مع الأكسلية اتر في لقاسي قموزي أما باقي الأفعال فكلها تصرف مع الأكسلية أفوار لديك كما هنا في هذا المثال سنأخذ مثال من بين هذه الأفعال التي تصرف مع الأكسلية تخلى دينا هنا لقاسي قموزي دو تروازيام غوب ألقاسي قموزي جو سي آلي تي آلي إلي آلي إلي آلي نصوم آلي فيزيت آلي إلسان آلي إلسان آلي يعني هذا هو المثال من البيل الأفعال التي تصرف مع الأكسلية اتر في لقاسي قموزي والتي يجب حفظ هذه الأفعال والآن سننجز تمرين الكتاب إذن لدينا هنا ما جورني دو ريسيكلاج قبل أن نقرأ هذه الرسالة سنجيب على هذه الأسئلة التي تكون قبل القراءة لدينا هنا جو بسوف و جو ديكوفر 1. كي دينا نتور دو سي دو كموزي كما ترون هنا ما جورني دو ريسيكلاج هنا سالو منامي هنا آدم alors c'est une lettre يعني إبارة عن رسالة alors جيكري une lettre 2. كي يكري سو ميساج alors من اللادي كتاب هذه الرسالة oui سي آدم alors جيكري سي آدم آكي لمن كتاب آدم هذه الرسالة oui آسان آمي alors ici سالو منامي 3. جو سليني لفعال جو جو دو ميساج دو آدم alors هنا سنو ستير الافعال التي استخدمها آدم في هذه الرسالة alors ليا فا امغي اي بيكو اوغانيزي اونا اوغانيزي 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 4. جو كوش لابون ريپونس لاما جوريتي دي وغانيزي اوغانيزي يعني اغلب افعال هنا في أي زمن صوريفات وي في لباسي كموزي alors جو كوش سي كر اي بيكو اوغانيزي 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 5. جولي اوغانيزي 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 اللي كي يحكي لنا أحداث وقاعد في الماضي أم يسيفو لنا مكان أو زمن أو شخص ويسي راكنتي ديزي فينمون بسي ألو جيكري سيوري ألونا فو سا أقرأ الرسالة و سا أشرحوها لكم ما جورني دو ريكلاج صالي من عمي توا بيان جمعيني توا بيان جمعيني توا بيان جمعيني توا بيان جمعيني توا بيان لن سمين درنير من إيكولا ارغاني جورني دو ريكلاج اللي ماتن انا بخاتيكي لطري سيلكتف لابريم دي نسوم آلي على سالة سبكتاكل وي نسوم جوي ام بيسة دياتر سور ريكلاج سيتي انوبليابل ألو غالنس أشرح لكم ما كتبهونا لدينا هنا يوم إعادة التدوير الخاص بي سالو من عمي يعني مرحبان يا صديقي هل أنت بخير أود أن أشارك كالحظة عشتو هالأسبوع الماضي نظمت مدرسة يوم إعادة التدوير في الصباح قمنا بالفرز الانتقائي وفي فترة تيما بعد الظور ذهبنا إلى قاعة وقمنا بأداء مسرحية حول إعادة التدوير كان لا ينسى إذن هنا أدم والآن سنجز هالهي التماري هنا جو مانيبول وي جو رفلشي جو مانيبول وي جو رفلشي وي جو ملت سنكمل هاله الجدول انتراقان من هاله الناس Alors ج酷 Jاء distributor لنجز ما فيه ثم الان إعادة أريد لنجز أريد أحمر أريد 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 فرברים سنجز هالهي اريد لنجز أريد أفتاح سنجز اشتهر القkeitو tone اشتهر بالسغربي Alors, organiser, pratiquer, verber, recycler, aller, jouer Organiser, c'est le verbe de premier groupe Pratiquer le premier groupe, verber, troisième groupe Recycler le premier groupe, aller, troisième groupe Jouer le premier groupe Deux, j'écris le verbe en j'ai avec l'auxiliaire Alors, il y a organiser, pratiquer, verber, recycler, jouer J'écris le verbe en j'ai avec l'auxiliaire Alors, si aller, l' вдруг yassaraf maa l'auxiliaire Ettre, wun a fi hada al-jadwal Salën taqil ila safha al-mualia Alors, wun a juqot yan, yani al-qaïda la-ti charaxto halâkon في bidaillet l'âmar Alors, wun a enganjig l'auxiliaire avoir ou être ou présent Puis wun ajoute le participis passé Jomantrena, aloj jugonjigi o pasi composi Le verbe diffrasse suivant avik tu li pronou Alors سأترك لكم هذه الأفعال مصرفة في الفيديو سأترك لكم هذه الأفعال مصرفة في الفيديو سأترك لكم هذا المعذج ثم سأعود الحمد لله انتهينا إن شاء الله سنلتقي في صفحات أخرى دم دم في رعاية الله وحفظه